قضية جديدة تعيد المصارف اللبنانية إلى الواجهة بعد اتهام 12 مصرفاً بتهمة طبيعي الأموال وتسهيل أعمال حزب الله هذه الدعوة التي تحمل اسم بارتلت رفعها أهالي ضحايا الجيش الأمريكي في العراق لكن تم وقف تنفيذها في محكمة نيويورك بانتظار ما ستصدره محكمة الاستئناف في نيويورك في العام 2021 من قرارات في قضايا مماثلة القاضي سارع لوقف تنفيذه وأوقف المحكمة ناطر محكمة الاستئناف أخرى لتنظر بقضية صلاحية لأنه كثير مشكوك بأمره حتى وفقاً للأنول الأمريكاني إذا كان فيه صلاحية للقضاء الأمريكاني أم لا هذه الدعوة وإن كانت ترتبط بعناصر غير لبنانية تؤثر حتماً على القطاع المصرفي الذي يتهاوى وفقد ثقة اللبنانيين الذين يتهمون المصارف بصرقة ودائعهم على أن تأثيرها بحسب المراقبين يبقى محدوداً على الرغم من أن توقيتها أمر لابد من التوقف عنده بالتوقيت وبالضغط العام يمارس وبعتقد في عنا مدى زمني هو شهرين لهو رح يحدد مصير المنطقة ومصير لبنان ومن ضمن مصير قطاعاته لأنه هذه كلها عم تجي بوقت انهيار المصارف في لبنان ليس قرار محلي لبناني بحال أكملت هذه الدعوة مسارها القانوني وبت بموضوع الصلاحية لصالح أهالي الضحايا فأن المصارف قد تواجه تعويضات كبيرة جداً عد عن أنها ستخضع لعقوبات حينها بتهمة طبيد الأموال ومساعدة حزب الله الذي تصنفه الولايات المتحدة إرهابياً للمفارقة تتزامن دعوة بارتلت مع حديث عن عقوبات محتملة على مصر في لبنان إذن ما صحة تعني كارثة قد تشكل دربة قاضية للقطاع المصرفي اللبناني ومع ذلك ثمت من يعتبر الأمران مجرد وسيلة هدفها المزيد من الضغط وليس تدمير القطاع المصرفي اللبناني ليلى خليل الغد بيروت شكراً للمشاهدة